اشتركوا في القناة اليوم رح نستكمل شرح الدرس الأول من الوحدة الثانية الخاص في قانون كلوم اللي تعرفنا عليه بالفيديوهات السابقة لكن قبل ما نبلش شرحنا في هذا الدرس بدنا نأكد على دعمنا وعلى دعواتنا لله عز وجل بأن يكون ينصر ويثبت إخواننا في قطاع غزة وأن يتقبل شهدائهم وقبل ما تبلش هذا الفيديو بتمنى أنك تقرأ الفاتحة عن روح الشهداء الله يرحمهم يا رب ويتقبلهم تمام اليوم رح نبلش في آخر جزئية من جزئيات قانون كلوم اللي تعرفنا عليها خلال الفيديوهات الماضية وحكينا أنه قانون كلوم هو عبارة عن قانون بدرس لي أو بحسب لي مقدار القوة المتبادلة بين شحنتين وعرفنا شو مفهوم الشحنة النقطية تمام طيب اليوم الموصلات المشحونة إيش يعني موصلات مشحونة؟ الموصل الموصل هو عبارة عن مادة تمام هاي المادة بتسمح لحركة الشحنات أن تتحرك خلالها بكل راحة تمام فهي بكون حركة الشحنات فيها أسهل من المواد غيرها مثل المواد العازلة أو مواد شبه الموصلة فإحنا لما نحكي عن الموصلات المشحونة يعني نحكي عن مادة بتسمح في حركة الشحنات خلالها إذا شفت معاي هاي الكرة تمام هاي الكرة عبارة عن كرة مثلاً عسبيل المثال كرة نحاسية هي كرة نحاسية ليش نحاسية؟ لأن النحاس يعتبر نوع من أنواع الموصلات تمام حسنا لما آجي أنا أشحنها هي كانت متعادلة لا فيها لا شحنات لا موجبة ولا شحنات سالبة فأيجيت أنا شحنتها بشحنة موجبة تمام؟ بإحدى الطرق اللي تعرفنا عليها بالفيديوهات السابقة تمام؟ فإحنا هاي شحنناها بشحنة موجبة أسه لما آجي أنا شحنها في شحنة موجبة شو اللي بصير؟ اللي بصير عندي إنه الشحنات تتوزع على هذا الجسم كيف تتوزع أو شو الألية اللي توزعت فيها؟ أسه هي أنت بتعرف إنه عندي هون شحنة موجبة تمام؟ وعندي هون شحنة موجبة هون شحنة موجبة هون شحنة موجبة أوكي؟ طيب عسه الشحنة الموجبة وموجبة شو حكينا؟ بتنافروا مع بعض صح؟ طيب عسه عشان بتنافروا عشان بتنافروا كل شحنة بتأثر على الشحنة اللي جنبها فهم رح يبعدوا عن بعض بطريقة منتظمة تمام؟ بطريقة منتظمة رح تتوزع هاي الطريقة المنتظمة إنه هاي الشحنة وين رح تتوزع؟ رح تتوزع على حدود هاي هي الكرة تمام؟ طيب أهم إشي نعرفه إحنا دايماً في الكرة شو هو؟ اللي هو نصف القطر R تمام؟ شو هو نصف القطر؟ نصف القطر اللي هو المسافة بين المركز وأحد حدود الدائرة يعني هاي من هون لهون من مركز الكرة لحدود الكرة هاي هي عبارة عن نصف قطر لو إجينا عملنا هيك برضو هاي نصف قطر برضو هاي R هاي ال-R بتساوي ال-R هاي وهاي بتساوي ال-R هاي بتساوي ال-R هاي و-R هاي وبتساوي ال-R هاي هذا كل ياته عبارة عن نصف قطر هس يمكن بالسؤال يخربطك يقول لك كرة نحاسية قطرها كذا تروح أنت تمسك القطر وتعاوضه في القانون هيك أنت شو سويت شطبت الدنيا فعشان هيك بدك تركز شو معطيك بالقانون شو معطيك بالمعطيات قطر أو نصف قطر وتعرف لو أعطاك قطر كيف ترجعه لنصف قطر بس اقسم على اثنين يعني لو أعطاك القطر عبارة عن أربعة سانتيمتر هذا هو إيش القطر نصف القطر أرتمعته شو بتساوي أربعة على اثنين نصف دينار نصف تمام فأنت شو بتساوي هاي الدينار واحد تمام شو نصف دينار بس بتقسم على اثنين أعطاك هاي نصف دينار وهون عندك القطر طبع الدائرة أربعة سانتي نصفه شو بتقول أربعة على اثنين يعني بتساوي اثنين سانتيمتر تمام هيك أنت بتكون يعرفت كيف تطلع نصف القطر اللي هو إشي كثير مهم ليش طب كثير مهم كثير مهم لأنه بتذكر معي المرة الماضية حكيت لك أنه قانون كولوم شو بيحسب لي بيحسب لي القوة المتبادلة تمام بين الشحنتين كيف يعني حسب قانون كولوم بيقول لك أنه الأف هي عبارة عن كي في كيو واحد وكيو اثنين على أر تربيع صح؟ طيب شو الأر تربيع؟ حكينا أنه الأر تربيع هي عبارة عن المسافة بين مين ومين؟ بين مركزين الشحنتين صح؟ يعني هاي الشحن الأولى إلها مركز وهي الشحن إلها مركز المسافة بين المركز تبع الشحن الأولى والمسافة بين المركز الشحن الثانية هاي كل هالمسافة أنا بدخلها جوه القانون عشان أحسب شو القوة الكهربائية المتبادلة تمام؟ مية مية طب هذا في حال عندي شحنات نقطية شو يعني شحنات نقطية؟ يعني شحنة يعني هالقد صغيرة 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 تمام؟ هاي هي الشحنة النقطية فعشان هيك المركز تبعها أو القطر ونصف القطر تبعها كثير صغير فما بيأثر كثير على الحسبة تابعتي تمام؟ بس اليوم احنا متعامل مع كرات وأقل كرة رح يكون في إلها نصف قطر ظاهر وواضح مية بالمية تمام؟ فأنا رح أتعامل مع الكرة الموصلة هاي زي ما بتعامل مع الشحنات النقطية بالضبط مية بالمية أوكي؟ بس شو اللي بفرق عندي؟ بفرق عندي تخيل إنه معاي هون كرة وهون كرة تمام؟ والمسافة هون عبارة عن واحد متر أوكي؟ مية بالمية طيب هاي نصف قطرها كم؟ اه اثنين سانتي متر وهاي نصف قطر تبعها اثنين سانتي متر فلما بدي أجي عوض في القانون تبعي ما بعوض الواحد متر بس اللي هي المسافة بين الشحنتين لا أو مسافة بين كرتين بعوض اللي هو المسافة هاي الواحد متر تمام؟ زائد الاثنين سانتي اللي جاي من الشحن الأولى بقول بوينت زيرو اثنين زائد الاثنين سانتي اللي جاي من الشحن الثانية هاي بوينت زيرو اثنين تمام؟ اجمحهم مع بعض بطلع معاك واحد فاصل صفر أربعة شو يعني؟ يعني متر وأربعة سانتي الأربعة سانتي اللي أجت؟ أجت من أنصف أقطار الكرتين تمام؟ الكرتين الموصلات فعشان هيك لازم تركز مية بالمية بهاي الجزئية أوكي؟ طيب هيك إحنا عرفنا كيف بحسب القوة الكهربائية التي تنشأ بين كرتين نحاسية نطبق يلا هون شو بحكي لي في المثال الخمسة موجود بصفحة 65 بقول لك كرة نحاسية تمام؟ مفرغة يعني من جواتها ما في شيء يعني هي عبارة عن قشرة بس تمام؟ نصف قطرها 6 سانتي متر هاي وقيل لك نصف قطرها شو هي النصف القطر؟ اللي هي المسافة بين المركز وأحد حدود الكرة تمام؟ هايها 6 سانتي متر اللي هي هاي نفسها رح تكون زي هاي هايها هاي نفسها هاي يعني هاي كمان 6 سانتي متر تمام؟ بس عشان تكون فاهم شو الصورة شحنت بشحنة مقدارها 4 مايكرو كولوم هاي شو هي؟ هاي هي الكرة مشحونة بشحنة موجبة كم مقدارها 4 مايكرو كولوم وضعت بالقرب منها وعلى بعد 36 سانتي متر من مركز الكرة شحنة نقطية مقدارها 5 بيكو كولوم هاي هي الكيو 2 شايف؟ الكيو 2 هاي عبارة عن إيش؟ عن شو حنة كم مقدارها؟ 5 بيكو كولوم تمام؟ وين نحطط؟ نحطط على بعد 36 سانتي متر من المركز يعني هاي المركز وهي هون هاي كلياتها 36 سانتي تمام؟ 6 جيات من الكرة صح؟ معاتوا هون شو بصفي عندك؟ 30 سانتي متر تمام؟ شايف كيف التحليل زي هيك؟ هاي عندك هون 30 سانتي وفي عندك 6 سانتي جيات من حد الكرة لغاية المركز تباحة اللي هو نصف قطر الكرة فصفها عندك مجموحنا ذول الثنتين 36 يعني المسافة بين مركز الكرة والشحنة 36 سانتي متر يعني ما في داعي تشغل المخاك هاي ما أعطيك إياها جد مقدار القوة الكهربائية تؤثر بها الكرة في الشحنة النقطية يعني بده القوة المتبادلة بين هاي الشحنة بين شحنة الكرة وشحنة الشحنة الثانية تمام؟ 100% هسه صح إنه الشحنات بتتوزع عالقشرة تمام؟ عالقشرة الخارجية بس أنا بتعامل مع الكرة بتعامل مع الكرة على أساس إنه الشحنات تبعتها وين موجودات؟ في المركز تباحها عشان هيك أنا خط المسافة من المركز واضحة؟ تمام طيب أول إشي بيقول لك إيش طلب منك؟ القوة القوة الكهربائية إحنا أخذنا قانون واحد للقوة الكهربائية لغاية لان شو هو؟ اللي هو عبارة الكي تمام؟ اللي هو ثابت كولوم في كيو واحد في كيو اثنين على أر تربيع أخذنا إشي غير هيك؟ ما أخذنا طيب شو منيج هسا؟ منيجي نعوض الكه شو مقدارها؟ تسعة ضرب عشرة قوة كم؟ قوة تسعة الكيو واحد كم مقدارها؟ اللي هو شحنة الكرة شو حنة الكرة كم مقدارها؟ أربعة مايكرو كولوم هاي الأربعة مايكرو كولوم شو بتساوي الأربعة مايكرو كولوم؟ بتساوي أربعة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كولوم لغاية الآن ما حفظش شو هي المايكرو وشو هي البيكو حبيبي أبشرك أنه أنت أمورك تعبانة مستوية تمام؟ فعشان هيك يا بتشد حالك وبتمشي مع العناس كيف ماشية يا أنه بدا شو أسوي لك يعني؟ لازم تشد حالك يعني فاية الفوتو هاي لغاية الآن مش عارف شو هي المايكرو وشو البيكو يعني مصيبة طيب الكه تسعة ضرب عشرة قوة تسعة الكيو كم مقدارها؟ قلنا أربعة مايكرو اللي هي كم مقدارها؟ ضرب عشرة قوة ناقص ستة تمام؟ الكيو الثنين اللي هي الشحنة الثانية اللي حطها على بعد ستة وثلاثين سانتي مقدارها خمسة بيكو الخمسة شو هي بتساوي؟ هاي الخمسة والبيكو كم بنعوض محلها؟ ضرب عشرة قوة ناقص اتناش تمام؟ وعندك اللي هي آر تربيع اللي هي المسافة بين مركز الكرة والشحنة اللي هي ستة وثلاثين معطيك إياها هايو بالسؤال بنقول ستة وثلاثين ضرب عشرة قوة ناقص اثنين ليش حطت عشرة قوة ناقص اثنين؟ لأنه صانتي نحولها تمام؟ تربيع أوكي؟ طيب شو بنساوي هسا؟ نيجي على الآل الحاسبة تابعتنا طيب خلنيها شو بنقول؟ أول شي تسعة ضرب أربعة ضرب خمسة تمام؟ أربعة ضرب خمسة عشرين عشرين ضرب تسعة كم بتساوي؟ تساوي مية وثمانين هاي تساوي مية وثمانين تمام؟ وفي عندك هنا عشرة أس عشرة أس عشرة أس شو بسوي هون؟ هذول مضربات ببعض بدي أجمحهم كيف بدي أجمحهم؟ بقول ضرب عشرة تمام؟ بجمع شو؟ مش بجمع العشرات بجمع اللي الأس الموجود فوق العشرة عندك هنا موجب تسعة عندك سالب ستة وسالب إطناش شو بأسوي؟ بروح على السوالب سالب ستة وسالب إطناش اجمحهم مع بعض شو بيصير عندك؟ سالب ثمنتاش صح؟ تمام وهنا شو في عندك؟ في عندك تسعة تسعة موجبة بما إنه موجب سالب معت شو بدي أخذ؟ بدي أخذ الفرق ثمنتاش ناقص تسعة كم بيعطيني؟ تسعة شو بحط إشارة مين؟ إشارة الأكبر مين الأكبر ثمنتاش شو شرتها؟ سالب سبقوض مية وثمانين ضرب عشرة قوة ناقص تسعة هذا كل إشيوان موجود على البسط وين بروح بعديك؟ على المقام ستة وثلاثين تربيع بقول ستة وثلاثين تربيع كم بساوي؟ ألف ومتين وستة وتسعين ضرب عشرة قوة ناقص أربعة اللي هي عشرة قوة ناقص اثنين تربيع شو بيصير عندك؟ عشرة قوة ناقص أربعة واضح؟ تمام شو بيقول هسا؟ مية وثمانين تقسيم واحد اثنين تسعة ستة شو بيعطيني؟ بيعطيني ويساوي فاصلة زيرو بوينت واحد أربعة تمام؟ ضرب عشرة قوة ناقص تسعة والعشرة قوة ناقص أربعة شو بيصير فيها؟ تطلع لأوين؟ تطلع للبسط ضرب عشرة قوة ايش؟ أربعة ليش أربعة موجب؟ لأنه وما كانت سالبة ورفعتها للبسط غيرت إشارتها صارت موجب أربعة هسا شو بأعمل؟ برجع هاي عشرة قوة ناقص تسعة مضروبة ضرب عشرة قوة موجب أربعة تمام؟ والأسس في حالة الضرب شو بيصير فيها؟ نجمحها تمام؟ يعني بوينت واحد أربعة إشارتها سالبة وإشارتها موجبة معاً شو دساوي؟ بدأ أخذ الفرق فبقول ضرب عشرة قوة كم؟ تسعة ناقص أربعة خمسة تمام؟ بحط إشارة مين؟ إشارة الأكبر اللي هي السالبة فبصيري عندي الجواب هو عبارة عن واحد فاصلة واحد أربعة برب عشرة قوة ناقص خمسة وشو وحدتها؟ وحدتها نيوت تمام؟ واضح؟ مية بالمية واضحة بالنسبة إلك طيب هاي هي فيما يخص القوة المتبادلة بين مين الكرة مع الشحن واضح؟ تمام هاي السؤال اللي بعده يعني هذو شوي بده تشغيلة مخ كيف ننشغل مخ؟ تعال بيقول لك هون كرة فلزية قطرها 7 سانتي متر معزولة ومشحونة بشحنة كهربائية موجبة مقدارها ثمانية ونص مايكرو كونوم مثبتة فوق عازل اياها المثبتة فوق عازل هيا هاي المثبتة فوق عازل طبعا سؤال موجود في مراجعة الوحدة صفحة 92 هذا السؤال رقم ثلاث أوكي طيب هاي كم قطرها؟ شو قل لك قطرها ولا نصف قطرها؟ قطرها قل لك قطرها هايو هاذ عبارة عن سبعة سانتي متر تمام؟ وشحنتها كم بتساوي الشحنة تبعتها؟ ثمانية ونص مايكرو كولو تمام؟ وكرة خفيفة من البلسترين قطرها ثلاثة سانتي هاي كم قطرها؟ ثلاثة سانتي متر أوكي مغلفة بغلاف فلزي ومعلقة بخيط عازل مشحونة بشحنة سالبة مقدارها كم؟ الشحنة تبعتها سالبة 9 نانو كولوم الان شو يعني ان؟ نانو في وضع اتزان يعني هيك متزنة هيك واقفة بالضبط زي ما هي بالصورة احسب مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الكرتين أو بين الشحنتين طيب نيجي نفصلها احنا هون شو في عندي؟ في عندي كرة تمام؟ هاي الكرة قطرها سبعة سانتي متر صح؟ يعني نصف قطرها شو بساوي؟ الار سبعة عثنين سبعة عثنين ثلاثة ونص سانتي متر تمام؟ في مسافة بناتهم فصلة كم مقدارها؟ ثمانية سانتي متر بعد هيك في عندي كرة شو مالها؟ نصف قطرها كم؟ ثلاث؟ لا قطرها ثلاث نصه واحد ونص واحد ونص تمام؟ هذا هو هيك بالضبط السؤال انسى انه هون في عندي كرة بيضاوية وهناك كرة مالهاج دخل خلينا بالفكرة بالفيزياء تمام؟ ثلاث ونص هون هون ثمانية وهون واحد ونص تمام؟ طيب شو بده هو؟ بده F F بتساوي K في كيو واحد في كيو اثنين على R تربيع تمام؟ كيو واحد معطي كيها في السؤال وكيو اثنين معطي كيها في السؤال والكيه ثابت احنا بنعرفه بصفي عندي اللعبة وين موجودة في ال-R هسا إذا حلل زي هيك بطلت لعبة بطلت مسخرة كيف؟ ال-R شو بتساوي ال-R؟ ال-R بتساوي هاي هاي كلياتها اللي هي من مركز الكرة هاي لمركز الكرة هاي صح؟ طيب انسالي هاي باللهي شوي عشان أنا خربط هيكة في الرسمة طيب ها عشان تكون واضحة بشكل أكبر بالنسبة إلك تعشوف هاي الواحد ونص هون تمام؟ هاي نصف قطرة واحد ونص هاي ثمانية هاي ثلاث ونص معناته ال-R الإجمالية لهم اللي هي المسافة بين نصف القطر بين مركز الكرة الأولى ومركز الكرة الثانية هاي هي كلها-R شو بتساوي-R؟ بتساوي نصف القطر الكرة الأولى هاي ثلاث ونص تمام؟ زائد ثمانية زائد نصف القطر الكرة الثانية واحد ونص تمام؟ واضح؟ يعني-R شو بتساوي؟ ثلاث ونص زائد واحد ونص خمسة تمام؟ خمسة زائد ثمانية كم تعطيك؟ تعطيك 13 سنتيمتر يعني شو بتساوي؟ 13 ضرب 10 قوة ناقص 2 من المتر هاي هي ال-R واضح؟ طيب شو بتدحس بسا؟ باجي هون بقول إنه ال-F هي عبارة عن K 9 ضرب 10 قوة 9 الكيو الأولى كم بتساوي؟ ثمانية ونص مايكرو يعني ضرب 10 قوة ناقص 6 وعندك الشحن الثانية أو الكرة الثانية مشحونة 9 ناينو كولوم سالب طبعاً بس أنا ما بحط السالب هون ليش؟ لأنه السالب هون بس بتدللي على نوع الشحنة إنه هاي شحنة سالبة تمام؟ بس أنا لما أحسب لما أحسب بحط قيمتها بس القيمة بدون إشارة فهون 9 ضرب 10 قوة ناقص 9 اللي هي جاي من النانو أوكي؟ طيب الر تربيع شو هي اللي حسبناه هون؟ 13 هاي 13 ضرب 10 قوة ناقص 2 الكل تربيع أيوة ممتاز هسو شو بنا نسوي؟ بدنا نحسب كيف نحسب؟ بدنا نأخذ أول إشي التسعة نضربها بتسعة ونضربها بثمانية ونص تمام؟ هاي أول إشي دايماً بعمله فبقول تسعة تسعة ضرب تسعة ضرب ثمانية ونص شو بتساوي؟ بتساوي ستة ستة ثمانية ونص طيب هس شو دا نزل؟ 13 بدنا نربحها 13 تربيع تعطيني مية تسعة وستين ضرب عشرة قوة ناقص أربعة تمام؟ شو صفة عندي؟ صفة عندي هون لازم حط العشرة أس العشرة أس العشرة أس تمام؟ فهاي عشرة قوة تسعة وهاي عشرة قوة ناقص تسعة اجمعهم مع بعض ليش؟ لأن الأسس في حالة الضرب شو ما لها تجمع تسعة زائد سالب تسعة تسعة زائد سالب تسعة شو دا عطيني؟ عطيني زيرو معناته هاي بتروح مع هاي صلى الله وبارك بصفي عندك هون العشرة قوة سالب ستة بننزلها زينا ضرب عشرة قوة ناقص ستة تمام؟ مية مية هس شو بسوي؟ بقسم الرقم هذا على الرقم هذا يعني بقول ستمية ستة ستة ثمانية ونص تقسيم واحد ستة تسعة بعطيني ثلاثة فاصلة تسعة خمسة وتساوي ثلاثة فاصلة تسعة خمسة ضرب عشرة تعال نوخذه هيك هاي ضرب هاي نقول ثلاثة فاصلة تسعة خمسة ضرب عشرة قوة ناقص ستة والعشرة قوة ناقص أربعة شو بسوي فيها؟ طلحها للبسط صح؟ بقول ضرب عشرة قوة أربعة وعكست إشارتها ليش لن طلعتها من المقام للبسط واضح؟ تمام هاي ثلاثة فاصلة تسعة خمسة ضرب عشرة كم؟ نجمحهم مع بعض إشارة هاي سالب هاي موجب معنا شو بأخذ فرق؟ يعني بقول ستة ناقص أربعة كم بساوي؟ اثنين وشو بحط الإشارة هوا موجب ولا سالبة؟ حسب إشارة الأكبر أكبر بين مين ومين؟ بين الأربعة والستة مين الأكبر؟ الستة شو إشارتها سالب؟ معطوها الطون سالب ونساش الوحدة اللي هي نيوتن هاي هي القوة الكهربائية المتبادلة بينهم تمام؟ فإذا جينا للسؤال اللي بعده هو عبارة عن سؤال ما إلو دخل في الكرات وما إلو دخل في الموصلات هو يعني سؤال عن الفيديوهات السابقة موجود رقمه أربعة موجود في مراجعة الدرس صفحة ستة وستين شو بيحكي لك؟ شحنتان كهربائيتان موجبتان تمام؟ شحنة كهربائية موجبة وعندك كمان شحنة كهربائية موجبة مقدار كل منهم اثنين مايكرو كولوم هاي اثنين مايكرو كولوم وهاي اثنين مايكرو كولوم تمام؟ احسب مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر بها إحدى الشحنتين في الأخرى قديش تفصل بيناتهم؟ تفصل بيناتهم نص متر تمام؟ نص متر اذا شوف شو حكالك؟ تفصل بينهم مسافة مقدارها نص متر اوكي؟ يعني هو يعني بمعنى أو بآخر انه قصده قل لك بين مركز الشحنة الأولى ومركز الشحنة الثانية في عندي نص متر تمام؟ بده تحسب القوة الكهربائية لتؤثر بها إحدى الشحنتين في الأخرى طيب انه أصلاً شحنتين مافي غير هني يعني عقانون كولوم ف شو بتساوي؟ بتساوي كي في كيو واحد في كيو اثنين على أر تربية صح؟ صح الكي شو بتساوي؟ تسعة ضرب عشرة قوة تسعة الكيو واحد اثنين ضرب عشرة قوة ناقص ستة تمام؟ وكيو اثنين ضرب عشرة قوة ناقص ستة تمام؟ تمام على أر تربية أر شو هي؟ اللي هي نص متر تربية واضح؟ حاطلك هيها بوحدة المتر عشان هيك ما حطرت عشرة قوة ناقص اثنين زي الصانتي تمام؟ مية مية طيب هس شو بلك تسوي أول خطوة؟ بتقول تسعة ضرب اثنين ضرب اثنين وتساوي كم؟ يعني اثنين ضرب اثنين؟ هايها اربعة وأربعة ضرب تسعة كم؟ ستة وثلاثين تمام؟ عندك عشرة قوة تسعة وعشرة قوة ناقص ستة وعشرة قوة ناقص ستة بتعمل هذول سالب سالب بجموحهم مع بعض اول اشي سالب ستة وسالب ستة مجموحهم مع بعض شو بعطيك سالب اتناش وفي عندك تسعة جاي من هون هاي تسعة تمام اشارتهم شو ما لها مختلفة يعني بده اخذوا الفرق فبقول ضرب عشرة قوة كم الفرق بين اتناش والتسعة كم الفرق اتناش ناقص تسعة هاي ثلاث بحط اشارة مين اشارة الاكبر مين الاكبر اتناش شو اشارتها سالبة فبتصير عندي ستة وثلاثين ضرب عشرة قوة ناقص ثلاث تمام عندك هون شو بتساوي نص نص تربيع النص تربيع كم بتعطيك النص تربيع بعطيك النص تربيع بوينت اثنين خمسة تمام مية بمية ستة وثلاثين تقسيم ربع بعطيني مية واربعة واربعين مية واربعين ضرب عشرة قوة ناقص ثلاثة اوكي تمام مية واربعة واربعين عشان هاي ما تخير فكرها بوينت مية واربعة واربعين ضرب عشرة قوة ناقص ثلاثة والوحدة شو بتكون بتكون نيوتل تمام اوكي واضح طيب بهيك بنكون انهينا الفيديو تبعنا الخاص في تكملة درس كولوم وانهينا مع موضوع كولوم بالكامل بس اللي بدي اياه منك انك تكون مصحصح انه احنا من بداية الوحدة لليوم اتعرفنا على كمية جديدة وحدة اللي هي القوة الكهربائية تمام اللي هي اصلا جزء من القوة يعني وحدتها نيوتن يعني هي مش جديدة كتير عليك بس اللهم انه قانون كولوم جديد عليك فانت بتحط هاي المعطيات البعض وبتحسب القوة الكهربائية تمام القوة الكهربائية هي عبارة عن اشي زي زي اي نوع قوة ثانية تمام كيف قوة الدفع كيف قوة الرفع كيف قوة الجاذبية تمام كيف القوة المغناطسية اي قوة اي قوة اي قوة بتشوفها بحياتك فهي وحدتها نيوتن تمام بس هي انواع وكل نوع له طريقة في الحسبة فطريقة حسبة القوة الكهربائية باستخدام قانون كولوم ممتاز مية بالمية هس لقدام رح نخش على موضوع جديد موضوع المجال الكهربائي رح تخش معاك كمية جديدة رح يصير في عندك شوية خربطة بين هون وهون بس بديك تفهم مية بالمية مية بالمية انه القوة الكهربائية قانونها او حسابها باستخدام قانون كولوم اللي هو كي كيو ون كيو تو على آر تربية تمام بهيك بنهي هذا الفيديو وبحب احكي لكم انه مشوار المتين ميل رح يبدأ بخطوة اللي هي خطوطك بارك الله في خطاكم وبارك في مسعاكم والتوفيق والنجاح والتميز فالي وفالكم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته